ما إن بدأت درجات الحرارة بالارتفاع قليلاً حتى عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى الاشتداد بالتزامن مع قيام إيران بإيقاف تصدير الغاز إلى العراق وزارة الكهرباء الحالية أعلنت أن الجانب الإيراني أوقف تصدير خمسة ملايين قدم مكعب من الغاز بسبب تأخر سداد الديون التي تقدر بنحو مليار وستمائة مليون دولار ما أدى إلى تحديد أحمال المنظومة وبالتالي تقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية جاء ذلك بعد الوعود التي قدمها وزير الكهرباء الحالي عاد الكريم بأن يكون وضع الكهرباء خلال هذا الصيف أفضل كثيراً من الأعوام الماضية وذلك بعد إضافة نحو ثلاثة ألاف وخمسمائة ميجاواط إلى الشبكة الوطنية وعود تكررت عشرات المرات خلال السنوات الماضية ثم ما يلبث أن ينكشف تهافتها مع أول أيام الصيف وأشار وزير الكهرباء إلى أن وزارته تعاني من مشكلة كبيرة في توفير التخصيصات المالية بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة وإقرار الموازنة العامة للدولة ويمثل ملف الطاقة الكهربائية أحد أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ الغزو الأمريكي عام 2003 رغم إعلان الحكومات المتعاقبة إنفاق أكثر من 41 مليار دولار على هذا القطاع بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار خلال الصيف إذ يصل معدل تجهيز الطاقة في بعض المناطق إلى ساعة واحدة باليوم وتعد أفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أهم أسباب استمرار أزمة الطاقة إلى جانب انخفاض مناسب نهري رجلة والفرات التي تسببت بإيقاف بعض محطات الطاقة في السدود وعمليات التخريب التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر فضلا عن استخدام إيران ملف تصدير الغاز للابتزاز والمساومة وفشل الحكومات في توفير البدائل أو استغلال الغاز العراقي المصاحب لإنتاج النفط ملف أريد له أن يكون منغصا مزمنا لحياة العراقيين لكنه ظل في الوقت نفسه شاهدا على مقدار الخيبة والفشل الذي طابع نظام المحاصصة وحجم الفساد والسريقة التي يتعرض لها العراق على يد ساسة هذا النظام وأحزابه